انا ما كنت شعر في المسيح وكنت بعيد كل البعد عن المسيح لكن لما اتقابلت مع المسيح تعرف شو؟ اول شي قرار بغير حياتي غير الكراهية اللي فيه الى محبة وكلنا في الشرق الاوسط عنا مشاكل دينية عنا مشاكل سياسية عنا مشاكل في التقليد في العادات والثقافات واواء الاخره كلنا في الهوى السوا وعلى فكرة كلنا متساويين عنا احتياجات جسدية عنا احتياجات نفسية وعنا احتياجات روحية وعك تظلم شخص تاني ما تكون منصف او عك تتكلم على شخص لانك انت بيختلف عنك كل شعب له تميزه كل شعب اكيد فيه شيء حلوه في الناس ليه بتاخد الامر بشكل سلبي انا بدعوك اليوم فعلا انه تطلب ترفع عنيك لالرب تقولي يا رب غيرني غيرني من جوه انا اذا انت صليت فعلا هاي الطلبة بحب اسمع منك لكن اذا انت فعلا هذا الشخص اللي مش عم بتحب عم تكره عم تنظر باحتقار للناس التانين انت عم بتهين الله متل ما اتقابل الرب يسوع مع شاول الترصوصي قال له شاول شاول لماذا تضطهدني انت بتعمل في اتباع المسيح انت عم بتعمل في يسوع المسيح مباشرة الكتاب بعلمنا انه الرب يسوع هو الرأس ونحن جسد المسيح فانا بصلي من كل قلب فعلا تكون رجوع الى الله